أشهد معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني قوتريس بجهود المملكة الإغاثية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وأكد قوتريس أن مركز الملك سلمان أصبح أحد أهم صانع الأمل لمن يعانون من الكوارث والصراعات حول العالم أضاف في تصريح له عقب زيارة قام بها للمركز استقبله خلالها معالي المستشار بالدوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيع أن مركز الملك سلمان للإغاثة أحد أهم الفاعلين في مجال المساعدات الإنسانية بالعالم حيث قام باحتواء الأطفال المجندين في اليمن وهو عمل نبيل وسيتم الاستفادة من هذه التجربة في الأمم المتحدة من جانبه أكد الدكتور الربيع أهمية التعاون المشترك بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة مبينا أن المملكة قدمت خلال عشرين سنة الماضية خمسة وستين مليار وتسعمائة مليون دولار للمنكوبين بالعالم